الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية وشيكة في السودان بسبب اتساع دائرة القتال بحسب المنظمة الدولية فإن نصف سكان البلاد في حاجة ماسة إلى الغذاء إلى جانب مساعدات أخرى بلغة الأرقام حوالي 24 مليون شخص لم تصل إليهم من مساعدات لازمة وبحسب آخر البيانات تمكن فقط مليونان ونصف المليون شخص من الحصول على الدعم الإنساني اللازم حتى الآن يبدو أن سبب هذا التأخير راجع إلى استمرار المواجهات الضارية طبعا بالإضافة إلى نقص التمويل الكافي إلى جانب صعوبة الوصول إلى جميع المتضررين على حد قول المسؤولين الأمميين وفقا للمصادر ذاتها فقد فر ما يقرب من أربعة ملايين شخص من القتال هم طبعا يواجهون حرارة شديدة تصل في بعض الأحيان إلى 48 درجة مئوية بالإضافة إلى تهديدات بشن هجمات والتعرض للعنف الجنسي أدى الصراع المستمر منذ ما يقرب من أربعة أشهر إلى مقتل أكثر من 3000 شخص وإصابة أكثر من 6000 آخرين لكن يرجح أطباء ونشطاء أن تكون الحصيلة الحقية أصلا أعلى من ذلك بكثير وفي غياب أي حل ملموس للأزمة تشير الأمم المتحدة إلى أن الكارثة الإنسانية أصبحت تهدد حياة ومستقبل جيل من الأطفال والشباب الذين يشكلون أكثر من 70% من السكان حاليا تسهى منظمة اليونساف إلى إنقاذ حياتي 14 مليون طفل يحتاجون إلى المساعدات الغذائية والطبية العاجلة سبق أن دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى توفير ثلاثة مليارات دولار لمساعدة وحماية المتضررين من أزمة السودان حتى نهاية هذا العام لكنها لم تتمكن بعد من جمع هذا المبلغ معنا من القاهرة الكاتب والباحث السياسي السوداني السيد عمار عوض سيد عمار أهلا وسهلا بك معنا يعني هذا الوضع الذي نتحدث عنه وتشير إليه الأرقام هو وضع كارثي ولكن كيف يبدو الوضع على أرض الواقع من ناحية أحوال المعيشة في ظل النزوح وفي ظل الدمار وفي ظل نقص الغذاء والأدوية والمياه الصالحة للشرب الوضع يبدو كارثيا مستقبل مظلم كما تفضلتم أنتم في التقرير إذا كان الآن كل أطفال السودان ومستقبل السودان الآن لا يدرسون لا يذهبون إلى المدارس أو يتلقوا التعليم ليس هناك من فرصة لتلقي العلاج في ظروف طبيعية على أقل تقدير وضع مزري هناك مخاوف من مجاعة بالنسبة للسودان نسبة لأن الموسم الزراعي الآن على الأبواب في هذا الوقت يزرع السودانيين ما يعرف بالعروة الشتوية في كل أماكن السودان لكن ليس هناك أي استعدادات ليس هناك معينات بالنسبة للمواطنين بالتالي سيكون هناك أوضاع كارثية الحرب تأخذ طابعا غبليا للأسف الشديد الآن في السودان مما ينزر بمؤشرات ربما يمكن أن تقود لحرب أهلية بالتالي المطلوب الآن وقف هذه الحرب بشروط جديدة شروط تمنع عودتها من جديد شروط تعالج غضية تكوين الجيش الوطني الموحد بقبض النظر عن الخلفية التي أتى منها هذا الشخص أو ذاك الآخر لكن جيش وطني موحد يشارك فيه الجميع أيضا يحتاج السودانيين الآن بشكل عاجل إلى عودة لا أقول حكومة أو غيره ولكن عودة جهاز الدولة للعمل نسبة لأن هذه الحرب تدور يمكن أن نقول في ولاية واحدة في الخرطوم بشكل عنيف وبدرجات أغلى في خمسة ولايات ولكن هناك أكثر من تمانية ولايات يعيش يتكدس فيها النازحين لا يوجد فيها أي مظهر من مظاهر الدولة هذا الفراق الإداري لا يصب في مصلحة وقف الحرب لأن الفوضى ستنتقل من هذه المنطقة إلى تلك لا بد أن يكون هناك أن تستعيد الدولة ويذهب أي إنسان لأخذ ما يريده إذا كان من سماد للزراعة أو إذا كان خدمات لتسجيل المواليد أو غيره وإلى حين ذلك الوقت تكون هناك مغاشات سياسية عميغة لا تستسني أحدا تشارك فيها جميع الأحزاب لأن القاية ليس الانتقال القاية هي التأسيس أن نستفيد من هذه الحرب لتأسيس دولة سودانية عقد اجتماعي جديد يتم استفتاء السودانيين كلهم لينضموا للوسيقى الدستورية التي يمكن أن ينتجها السياسيين هذا هو الطريق النجاح وإنقاذ الموقف الآن لكن تعني أسألك أيضا فيما يتعلق بالمشكلة الخاصة بالوضع أو الأزمة الإنسانية تحديدا فيما يتعلق بالأطفال لأن الأطفال هم الحلقة الأضعف في أي كوارث أو أزمات اليونيسا فرصدت بمعدل أن هناك طفل يقتل أو يصاب كل ساعة منذ اندلاع الأزمة في السودان ما إمكانية تكرار سيناريو مشابه لما حصل في دارفور من جرائم ارتكبت ضد النساء والأطفال قبل حوالي 18 عام نعم كل الشروط وكل المؤشرات والدلائل تقول أن هذه الحرب أكثر الذين تأزوا منها هم الأطفال والنساء الأطفال الذين حرموا من حاضر الحاضر الآن أن يعيشوا مثلهم مثل كل أطفال العالم يسهبوا إلى المدارس يسهبوا إلى غيرهم ولكن الصراعات السياسية والحرب التي أدارها جميع الأطراف ولا أستسني أحدا بما فيهم أنا كلنا شركاء في هذا الظلم الذي وقع على الأطفال والظلم الأكبر بصمتنا الذي وقع على النساء إذا كان في الخرطوم من أعمال السخرة التي تمارس ضدهم الإختصاب سبي النساء أن يتم إطلاق صراحة النساء بفديات وغيره هذه الفئات تضررت كثيرا ولكن هذا لا ينفع الآن البكاء على الواغ ما ينفع الناس الآن البناء للمستقبل هذه الحرب مفترغ طرق بالنسبة للسودانيين وحتى بالنسبة للإغليم وأصدقائنا في دول الجوار إذا كانوا في السعودية والإمارات والمصر والغيرها من دول التي لديها علاقات ولديها مصالح مع السودان تدمير السودان الآن يتم للأسف بيت أبنائه وسيجر إشكالات كبيرة لذلك إما أن يسهب السودانيين في اتجاه حرب غبلية أهلية تمنع مستقبل السودان وتضيع مستقبل السودان بتضيع أطفال السودان وتحدث فيه مجاعات ويكون حرب الكل ضد الكل إذا استمرت أما الطريقة الآخر طريقة المستقبل هو أن نقبل بعضنا البعض إذا كان كل السودانيين ويجب أن يكون لدول الجوار ودول الإغليم دور فاعل في هذا الأمر ليجلس جميع السودانيين على طاولة واحدة لإنتاج نظام سياسي وعقد كماعي جديد إذا في يوم من الأيام خرج أي إنسان يكون العالم شهيد ونكون نحن شهداء على من يخرق هذا الاتفاق طيب دعي أسألك لأنه بالحديث عن المجتمع الدولي أو عن الدول الفاعلة كان هناك مجتمع أو مؤتمر عفوا للمنحين عقدة قبل حوالي شهر بجنيف تعهد في المؤتمرون بمنحة بحوالي مليار ونصف المليار دولار لمساعدة تخفيف طبعا الأزمة الإنسانية عن السودانيين أولا هل تم التزام بهذا التعهد من قبل المنحين ما أصلا قنوات التي تمكن من إيصال هذه الأموال أو هذه المساعدات إلى المستحقين في محافظات ونواحي السودان نعم المجتمع الإغليمي والدولي أرسل المساعدات الإنسانية كل يوم نسمع عن طائرات تتحرك غطر الإمارات السعودية مصر غيرها قدموا المساعدات لكن الأموال التي تم التعهد بها من قبل المانحين ليس هناك جهاز دولة ليس هناك أي مقوم من مقومات الدولة موجود هناك شكوك إذا كان من الأطراف المتصارعة في شكل جهاز الدولة الموجود أو إذا كان هناك أي آراء أخرى لذلك الطريقة الأمثل للإجابة على سؤالك هو أن تكون في السودان حكومة طواري حكومة طواري غير محزبة غير مسيسة تسير أمور الناس لا تتدقل في السياسة وليس لديها آراء سياسية ولكن حكومة تغدم الخدمات ومحددة بأجل تستلم المعونات تتحدث مع المجتمع الدولي تغدم المعونات لإذا كان المتضررين من الصراع أو حتى إذا كان من أطراف الصراع نفسهم إذا كانوا جيش أو دعم سريع على امتداد السودان حكومة محايدة تجاه كل الأطراف المتصارعة في السودان من يمتلك زمام المبادرة لتشكيل حكومة كهذه لتتصرف وفق المعايير التي تحدثت عنها وأشرت إليها لإنقاذ الموقف في السودان من يمتلك زمام المبادرة في هذا الوضع السودانيين أنفسهم السودانيين يمكن أن يزاوعوا بذلك وساعدهم الإغليم في أن كل الغواء السياسية لا أقول الراغبة في التحول الديمقراطي ولا أقول الراغبة في استعادة ولا أقول الراغبة في الصورة القوى الموافقة على تأسيس تاني تأسيس جديد للدولة السودانية على مبادئ محددة يتفق فيها الناس أن الحكومة أو الجهاز التنفيذي ليس فيها سياسيين وليس لديها رأي سياسي الجيش ليس لديه رأي سياسي ولا يتدخل في أعمال الحكومة وبالمقابل تكون هناك هذه هي الصفقة القوى السياسية تجتمع في لقاءات مؤتمرات دستورية تكتب الدستور الجديد اجتمعت القوى السياسية في مصر وخرجوا بمجموعة من المبادرات والحلول والأطر ولكن هذا لا ينعكس على الوضع الميداني الدائر والذي يعاني منه السكان ويتضررون منه يوميا هنا أين العلة؟ يعني ما هي الحلقة المفقودة في هذه المعادلة؟ الحلقة المفقودة هي أن القوى السودانية السياسية لا أقول لا تتعامل برشد ولكن لا تتعامل بالشكل المطلوب مع موازات هذه الحرب هناك بعض الأطراف من المجموعات السياسية ما زالت لم تتعص تحاول أن ترفض مجموعات أخرى هناك بعض المجموعات السياسية تتسوق وتتبضع في الخلافات أو لا أقول الخلافات التقاطعات الإغليمية والتقاطعات الدولية ما زال السودانيين ينتظرون أن وحدة الموقف الإغليمي إذا كان بالنسبة لدول جوار السودان أو اللقاءات المسمرة التي يتوقعها السودانيين إذا كان ما بين الإمارات وجمهورية مصر التي تمت اليوم في منطقة العالمين بزيارة الشيخ محمد بن زايد وغير من الأمور توحيد الموغف الإغليمي والدولي يتبعه توحيد للقوى السياسية بحرمانها من الملازات الآمنة التي يوفرها التقاطعات الإغليمية سيقود بالضرورة لأن تجلس هذه القوى السياسية لأن تقوم بكتابة دستور جديد للسودان وفي ذلك الوقت تكون هناك حكومة طوارئ أو حكومة أزمة يمكن أن تسميها أي السلطة أي اسم هذه الحكومة ليست لديها أي أدوار سياسية ولا تعلق على أعمال السياسيين ولا يعلق السياسيين على أعمال الحكومة وفي نفس الوقت تكون كل القوات المشتركة إذا كانت جيش إذا كان دعم سريع إذا كان جنود الحركات يجلسوا مع بعضهم البعض وليس لديهم الحق في أن ينتقدوا السياسيين ولا أن ينتقدوا جهاز الدولة الحكومي يجب أن نفصل ونتخصص أي أن يكون هناك فصل ما بين السلطات وتخصصية لا يتدخل العسكري في عمل المدني لا يدخل المدني في عمل السياسي بعد عام ونصف تكون هذه الحكومة هذه طباوية بعض الشيء والسياسيين يعملوا من جهتهم والعسكريين يعملوا من جهتهم نعم هذه طباوية بعض الشيء يعني الواقع يقول عكس ذلك يعني ما زال هناك خلافات الأطراف تضع شروط لكي تجلس إلى جانبها يعني حتى دعم السريع كان اشترط أن يخرج الجيش من المشهد بشكل كامل حتى يتفاوض معه الجيش انسحب من المفاوضات يعني الوضع الحالي لا يؤشر إلى أنه ثمت حل حلالي الموقف في القريب العاجل لا لا أعتقد أنها طباوية ولكنها عملية مطلوبة قلت لكي هناك طريقين طريق التشرزم والحرب الغبلية والاختصابات وحرب الكل ضد الكل والتجيش على أساس غبلي أو التجيش على أساس أيدلوجي أو غيره هذا الطريق الذي نسير فيه الآن لكن الطريق الآخر طريق البناء طريق التأسيس طريق الغبول بالآخر ليس طباوية إذا كان غدا في الجدة نفطرد جدلا جلس الناس في جدة واتفقوا على أن الغضايا العسكرية ووقف إطلاق النار ومبادئ تكوين الجيش الموحد إذا كان الدعم السريع يقول أنه يريد أن يخرج من الحياة السياسية إذا كان الجيش يريد أن يقول أنه يريد أن يخرج من الحياة السياسية إذا كان السياسيين يقولون يجب أن نضع كل طرف أمام تعهداته كل طرف أمام الأفكار التي يقولها حتى لا تكون شعارات ويكون هناك اتفاقات في قرف مغلقة تعود بالسودان إلى حرب مرة أخرى في جدة يتفق الناس على تكوين الجيش الموحد وغيره الحياة السياسية يمكن أن يتفاوض الناس حول المبادئ تأسيس الدولة إذا كان في مصر إذا كان في الإمارات إذا كان في أريتريا إذا كان في أي مكان إذا كان في الخرطوم وهو المطلوب حتى يكون هذه الحلول سودانية يمكن أن نخرج بذلك من هذه الأزمة لكن أي طرف يحاول أن يحتكر الحقيقة أي طرف يحاول أن يتبضع في التقاطعات الإغليمية نحن موعودون بحرب أكثر من عباسية شكرا جزيلا لك من القاهرة الكتب البحث السياسي السوداني السيد عمار أعوض